السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات الانتابعها المرجعية والعشائر محطات مفصلية من تاريخ العراق المعاصر والمواقف المشرفة ساحة الاحتفالات مظاهر الانحلال والإخلال بالقيم ومطالبات بمحاسبة الجهات المقصرة حياكم الله مشاهدي الأحبة للعشائر العراقية الكريمة تاريخ طويل من العلاقة الوثيقة بالمرجعية الدينية وازدادت صلة بداية القرن العشرين وتحديدا ثورة العشرين حيث مثلت شاخصا يستدل به في تحديد مسارات العراق الحديث على امتداد المحطات في أغلبها كانت جسام ومفصلية في تاريخ البلاد وما استجابت العشائر لنداءات مرجعية النجف الأشرف خير دليل وهو ما يعكس التأثير الذي تحظى به مكانتها ورعايتها وتوجيهاتها السديدة التي كانت دوما عامل قوة لتماسك المجتمع ومنع انجراره بما يحل الأزمات ويحقن الدماء ويضمن استمرارية البناء أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة فإن ساحة الاحتفالات كانت على موعد من حفلة صاخبة وماجنة ففي العيد الوطني يساء للعراق صاحب التاريخ الضارب في القدم من جماعات نسبت نفسها زوارا وروادا للفن والإعلام وأرادت إرسال رسائل مغايرة عن حقيقة شعب العراق وهذا ما يبرهنه تأكيد السفيرة الأمريكية في بغداد والذي يمكن تحليله طبقا للمشاهد المخزية والأجساد العارية أنه استهداف للهوية العراقية أولا ولحكومة الإطار التنسيق ثانيا التي حاول البعض إعصاب التهمة كاملة لها بحضور وزير العمل أحمد الأسدي الذي انسحب مباشرة بعد هذه المشاهد الخادشة جميع ما حصل في المهرجان يفرض بطبيعة الحال مطالب الحكومة العراقية بمحاسبة القطاع الذي حاول استهداف العراق بقيمه الأصيلة في عيد استقلاله الوطني وهذا ما شدد عليه المجلس الأعلى الإسلام العراقي بلسان متحدثه الرسمي نكبة يجب أن لا تمر دون عقاب الجهة المقصرة واتخاذ موقف لمن يهدد ثقافة العراق الأصيلة للدخيلة هذين ملفين ضمن حصادنا لهذه الليلة سنتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام تتفضل المبقاء إيانا ومتابعتنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تحياتي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر فقط في الإصلاح العشائر هي أعطى الدماء تلبية لنداء المرجعية فما ممكن لأي شيخ عشيرة أو رئيس قبيلة يصدر أمر من المرجع الأعلى أو يأتي وفد من المرجع الأعلى أو مراجعنا الكرام ويتم عدم التجاوب مع هذه اللجان وهي حقيقة اللجان لحقن الدماء وكذلك العشائر تطيع المرجعية الرشيدة المتمثلة بآية الله السيد السستاني حافظها الله حقيقة لأن هذا يصدر من شخصيات تكون بمستوى عالي في إحقاق الحق بين العشائر لذلك لدى رؤساء العشائر وأفراد العشائر ثقة كاملة بما تقرره ومتريده المرجعية الرشيدة فلذلك يتم التجاوب بكل أريحية وأصلا مفخرة إلى العشائر عندما تطيع المرجعية في إنهاء النزاعات بينهم وعندما تأتي الوفود من المرجعية إلى عشيرة معينة وإلى قبيلة معينة فهذه ننظر لها بنظرة الفخر والاعتزاز طيب هذا الالتزام سمحت الشيخ بدعوة المرجعية والامتثال لإرشاداتها شنو الرسائل اللي يبعثها محليا بل حتى على مستوى أغلب عشائرنا هي لها امتدادات حتى خارج الجغرافية العراقية الرسائل اللي يبعثها هذا الامتثال طبعا قبل أن أتحدث عن الرسائل بس يعني تكمل أو تتم لما ذكر الشيخ ليس فقط طبعا في يعني ليس فقط في قضية أنه في حل المنازعات وإلا أنا مثلا أغرب لك يعني أمثلة دائما شائعة مثلا أنه حينما مثلا تحدث الناس أنه اليوم عندي مثلا دية دية قتل مثلا غير متعمد تلاحظ بأنه الناس مثلا تتمسك يا أخوان اسألونا المرجعية قلت لازم تكون الدية بالنتيجة لازم نحسبها حساب شرعي أنا شفت بعض الأخوة وبصراحة يعني هذا الالتزام لابد أن نهتم فيه ولابد أن نعزز في مجتمعنا يعني اليوم مثلا أن الدية تحسب على الفضة فمجموعة من علماء الدين حينما استفتوهم قالوا لا أنه مسألة الفضة هذه مو شي ثابت وإنما متغير بحسب سعر بحسب السوق يعني بالنتيجة فإذا أريدت تحسبها لازم تحسبها في وقت الفصل في يوم اللي أنا ساعة الفصل تريد تحسب احسب روح الواحد مختص بالسوق قل له تصل به قل له هسا بيش الفضة حتى من نجي نضرب السعر في الدية المطلوبة حتى نطلع الدية الكاملة هذا الالتزام هذا الالتزام مع الدين هذا شي جيد هذا يجب أنه يعزز ويجب أنه يمدى حتى بالنتيجة الناس تفهم أنه هو هذا الواجب الشرعي أن نفعله وطبعا نقول يعني أنا لاحظت أنه هناك الكثير من الناس من تلتزم فيها يعني ما معنى أنه جماهيرنا ملتزمة مع المرجعية الدينية وملتزمة مع الدين بهذه الضوابط وهي دائما تسعى إلى تطبيقها بكل يعني بكل أمانة وإخلاص لأن تعتبر هو هذا الحكم الشرعي ومن تعتبر هو هذا الصحيح أما عن السؤال لسؤال حضرتك يعني ما لا شك فيه أنه معظم عشائرنا هي امتداداتها في الوطن العربي يعني إذا أتحدث عن نفسي مثلا فأنا أجي أباول يعني بعض الإخوة مثلا أجي ألقى شمر مثلا في السعودية وألقاهم مثلا في قطر وألقاهم مثلا في الإمارات وألقاهم وهكذا بقية العشائر مثلا تروح بعض العشائر تلقاهم مثلا تداداتهم في الأهواز في غيرها وهكذا مما يبعث برسالة على أن القيادة الحقيقية للمجتمع هي المؤسسة الدينية التي هي دائما هي الموجه باتجاه الصلاح ودائما هي الضابط لسلوك الناس اليوم إش قد أكو متغيرات إش قد أكو وسائل ضبط بالمجتمع وقد تتغير من وقت إلى آخر لكن بصراحة ما ممكن أن تكون وسيلة ضبط قوية دائما ومستمرة مثل الالتزام مع الدين والمرجعية الدينية يعني مثال هذا قد واحد يقول لي شلون يعني قبل مئة سنة شفنا الناس حينما صدرت فتوى أو ليش مئة سنة قبل أكثر من مئة وخمسين سنة حينما صدرت فتوى التنباق الناس هي فتوى بسيطة يعني في كلمتها أي بان كانت المرجعية في سام الراء من كانت المرجعية في سام الراء فتوى بسيطة من شرب التبغ فكأنما شهر السلاح بوجه الإمام المهدي سلام الله عليك خلاص انتهى وكانت فتوى سياسية فتوى سياسية لأنها كانت فيها استغلال لثروات بلد معين لحساب بلد معين بالنتيجة شافوا فيها استعمار لما وصلت رسالة المرجعية وصلت إلى أنه يروي التأريخ أن الشاه بنفسه حينما دخل إلى بيته ما وجد النرقيلة مالته قالوا لها ليش فسأل البيت سأل الخدم قالوا لها لأنه سيدة البيت هي التي أمرت بإخراجهم من البيت قال لها ليش قالت لها لأن الذي أحلك علي هو الذي حرم هذا يعني وصل الالتزام حتى إلى بيت الشاه ثم في ثورة العشرين لاحظنا الجماهير خرج الزرافات وهي تمتثل لأمر المرجعية الدينية وتمتثل لأمر المؤسسة الدينية وهكذا لما نجي إلى فتوى الدفاع الكفائي هذا الذي قبل سبع أو ثمان سنوات أو تسع سنين صارنا 2014 تسع سنين تقريبا هذا اللي يعني من القريب من العهد القريب اللي مو بعيد وإذا بنا نرى أن المجتمع يتفاعل مع فتوى هو ذات المجتمع العشائري المتمسك بالمنظومة الدينية والمتمسك بالمنظومة العشائرية والمتمسك بهذه المنظومة القيمية وعلى أساسه هو يرتبط ولذلك تشوفوا التفاعل وصلت الحالة إلى التفاعل الشيء الغريب اللي الناس تطلع بله رياض تصعد لأن المرجعية أصدرت فتوى الناس ما تسأل هل أنه أنا مقاتل مستعد للقتال ولا ما مستعد للقتال أنا مؤهل للقتال أنا مدرب أنا ما مدرب أنا عندي سلاح ما عندي سلاح أنا عندي عدة ما عندي عدة ما كانت الناس تسأل هذا السؤال المهم المرجعية أصدرت فتوى بالجهاد فعلينا أن نخرج لتلبية الفتوى المرجعية شيخ سامي لما يتحدث الدكتور حيدر الشمري عن هذه الرسائل الاتصالية اللي تبثها العشائر العراقية من امتثالها لأوامر المرجعية تعبر حدود الجغرافية العراقية أيضا قد تعبر حدود الطائفة يعني مكونات المجتمع العراقي من مكونات ومذاهب عديدة وديانات أيضا متعددة وطوائف ويعني مكونات أخرى وأقليات ولكن عندما يكون هناك اجتماعا أو فصلا أشائريا أو مشكلة أشائرية اجتماعية يأتي طار المرجعية ويحتكمون لأمرها ولتعليماتها بالنتيجة هل هي مرجعية دينية فقط أم أنها هي هوية اجتماعية للمجتمع العراقي بالنسبة للمرجعية فعلا مثل ما تحدث حضرتك هي هوية هوية العراق ككل فعندما نتحدث عن المرجعية وعندما يطلق أمر من قبل المرجعية جميع أبناء الوطن في العراق حقيقة يلبون هذا النداء الذي يطلق من المرجعية الآن حقيقة موجودة جاي تشتغل عليه المرجعية هو السنين الموحدة للعشار وهذه حقيقة جميع شيوخ العراق من الشمال إلى الوساط إلى الجنوب إلى الأبنان بالغربية كلهم موافقين حقيقة ووقعوا على أن تكون ثانية موحدة لكل العشائر وهذه الثانية الموحدة هي التي وضعتها المرجعية الرشيدة فالمرجعية هي هوية وطن مثل ما تفضل حضرتك ويعني أبسط الأمور هذه الزيارة الأربعينية كيف اجتمع كل أبناء الوطن بها بمختلف الديانات ومختلف المذاهب ومختلف القوميات بنفس الحالة اجتمعت جميع القوميات والطواف والمذاهب والتفت حول مرجعية السيد علي السستاني أدام الله ظله الوارف حقيقة ولما أعطى الانداء الكل انطلق للجهاد ضد الاعتداءات التي أحدثتها الغربان الشر من داعش الحقيقة اليزيدي قاتل المسيحي قاتل الباقي المذاهب قاتلة القوميات قاتلة كلها تلبية إلى هذا الانداء ونحن نلاحظ بحجدنا المقدس حاليا إذا تريد تروح تلقى به الحجد العشائري ملبي الفتوى الحجد المسيحي الحجد اليزيدي فالناس يعني حقيقة ذابت بهذا الانداء لأنه نداء يخص الجميع أبناء الوطن طيب سمحت الشيخ لما نتحدث عن مرجعية دينية وعشائر كريمة وهذا هو أيضا المحور الركز عليه هنا نتحدث عن ركيزتين أساسيتين في بنية المجتمع العراقي تلاحم واندماج هذا التلاحم واندماج كيف من الممكن له أن يقوم مجتمع بأكمله على اعتبار أن حتى في الوظيفة العامة حتى في الوظائف الحرة فهي أيضا لها ارتباطات عشائرية وبالتالي هناك التزام أخلاقي ما دام أن العشيرة من جهة هي ماسكة لهذه المقومات والمرجعية والتعليمات الدينية هي ماسكة بالطرف الآخر من المؤكد أن هناك وسائل ضبط في حياة الإنسان في حركة الإنسان بالمجتمع هناك وسائل ضبط تلقاه في بعض الأحيان وسائل ضبط دينية وسائل ضبط اجتماعية وسائل ضبط قانونية وسائل ضبط الاجتماعية قد تتعدد أعراف وتقاليد ومجتمع وغيرها والدين كذلك قد يمهو الإنسان التزامة قد تكون مؤسسة دينية قد تكون ضوابط أخلاقية متصلة بالدين وهكذا كلما زادت وسائل الضبط للإنسان كلما زاد استقامة الإنسان اليوم الإنسان ممكن تعرض عليه مسألة معينة ولكنه ممكن الدين هو اللي يجره بتجاه المسار الصح يعني خليه على المسار الصح قد الإنسان يضعف بالمسار الصح لكنه يكون وسائل ضبط اجتماعي ممكن تأثر عليه فتلاحظ أنه في بعض الأحيان أكو بعض الناس غير ملتزمين دينيا لكن بنفس الوقت وسائل الضبط الاجتماعي عنده قوية فتلاحظ أنه ماشي ماشي أو وسائل الضبط التربوية اللي هو عاشه بعض الناس يقولوا كانوا والله ما متدين لكنه أنا أعتبر هذا عيب علي أنا ما تربيت عليه اجتربيه أهلي ربوني على أنه هذا خطأ أهلي ربوني أنه هذا عيب أهلي ربوني أنه هذا مو صحيح وتعلمت من الجو اللي أنا أعيش بي كمنظومة اجتماعية ضابطة لسلوكي أنه هو هذا الصح وهذا الخطأ وبالنتيجة كلما زادت وسائل الضبط عند الإنسان كلما زاد كلما نتوقع صلاح الإنسان واستقامة الإنسان فاليوم الإنسان لما يلتزم بالدين طبعا هو لا نستطيع أن مباشرة نقول هو التزام مع المرجعية هو التزام مع الدين هو التزام مع الله هو التزام مع رسول الله يعني هو التزام بكل المنظومة الدينية التي يعتقد فيها الإنسان ومن ضمنها رسائل المرجعية وفتوى المرجعية لأنه يعتقد أنهم هم الامتداد الطبيعي للإمام المعصوم سلام الله عليه والإمام المعصوم هو الامتداد للنبي صلى الله عليه وآله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المبعوث من قبل الله برسالته يعني بما معنى أقولها كلما زادت وسائل الضبط التي تضبط سلوك الإنسان كلما توقعنا صلاح الإنسان وتوجه بالاتجاه الصحيح وابتعاد عن الانحراف فاليوم هي الإنسان مو فقط هو إنسان يعيش في دائرة واحدة لا الإنسان اليوم يعيش في دائرة يعني في عمل سواء كان عمل حور أو سواء كان عمل في دائرة حكومية هو يعيش في مجتمع هو يعيش في بيت هو يطلع بالشارع هو يعيش في مجتمع هو يطلع بسيارته بالنتيجة هذا أن كلهن الإنسان ممكن أن يتعرض فيهن إلى الخطأ والصواب أنه هذا صح وهذا خطأ هذا حلال وهذا حرام فكلما زادت وسائل الضبط عند الإنسان كلما ضمن استقامة المجتمع أكثر فاليوم الإنسان مثلا قد تكون الدولة عندها وسائل الضبط ورقابة قوية في مؤسساته ولذلك يتلاحظ مثلا إنسان يعني يلتزم بهاي ويخشى من الرقابة لكن في بعض الأحيان ماكو رقابة قوية لكن يتلاحظ الإنسان يبتعد عن الحرام مثلا أو يبتعد عن الفساد الإداري يابا ليش تبتعد عن الفساد الإداري؟ يقول لي أنه أنا تربيتي ما تسمح لي أو أنا حلال وحرام علي أنا ما أقدر مثلا أسرق لأنه هذا حرام علي بالنتيجة مهما وصلت الرقابة في الإدارة إلى أعلى مستوياتها لا يمكن أن تضبط حركة الإنسان مثلما أنه تكون الضبط في وسائل الضبط الداخلية عند الإنسان لأن الدولة شقد تريد تراقب الإنسان وما تخلي شرطة عند كل واحد بينما إذا كان في داخل الإنسان شرطة بداخله دائما يقول أنه هذا صح وهذا خطأ سوف تضمن سلوك الإنسان بالاتجاه الصحي طيب يعني لآل سعدون تاريخ حافل بمراكز الضبط شيخ سامي نعم ونذكر المنتفق وتاريخه لما كان هناك المؤمن إلى تقديره واللي شد عن الخط أيضا إلى عقابه وإذا تحدثنا عن الناصرية اللي هو صار بيها الإشكال والاستجابة لأوامر المرجعية أيضا عشائرها كان ضمن عشائر المنتفق وأيضا في الوقت الحالي المظاهرات مظاهرات مطلبية ولكن ما رافق المظاهرات أريد تشويه صورة هذا المجتمع بأن هذه المظاهرات ليس لديها مراكز الضبط ماكو عشائر تحكم الناصرية ماكو قانون يضبط هذه الحالات الشاذة بالتالي نواشج بين هاي الحالتين مراكز الضبط الدينية والعشائرية لا زالت حاكمة خصوصا في هذه المناطق تحدثت عن محافظة ذيقار الحقيقة لو تتسوي دراسة عن رؤساء العموم للقبائل تجد معظم القبائل رؤساء العموم متواجدين في محافظة ذيقار لا تزال رؤساء القبائل والعشائر في ذيقار لها استجابة من قبل أبناء القبيلة والعشيرة ممكن أن غسل الأدمغة اللي جاي يحدث والهجمات اللي تتوجه على الشباب المراهقين حقيقة جاي تأثر لأن التواصل الاجتماعي الموجود ما ممكن الوقاية منه يعني صعوبة إلا أن تكون هناك برامج تتبناها الحقيقة للدولة ويتبناها المجتمع ممكن أكو بعض الشباب وتأثروا بهذه المواضيع وأكو أعداء حقيقة يوصلوا أمور مغلوطة إلى داخل عقل هؤلاء الشباب بحيث وصلونهم بأن القبيلة والدين وهذه كلها أشياء تسلب إرادتك فأنت إنسان لك إرادة ولك قرارك ولك هذه والأمور هذه بحيث تخليه تسقط هي أنت دار أنهيار مجتمع أول ما تسقط المثابات فعندما تسقط المثابات في عين الشخص أنت بعد تقدر تتحكم باللي تريده فهم بدوا بتسقيط العشائر وروساء العشائر وبين ذولا بعدهم عايشين بحقبة زمنية فات عليها أكل عليها الدهار وبعدين رجعوا على المرجعية حاولوا أن ينيلون من المرجعية فبعض الناس تدري العقول ليس كلها وحدة والأفق ليس كل واحد عند كل الأشخاص أكون جذبوا وانحضروا بهذا الحدار واستغلوهم بحيث بدأوا يوجهونهم التوجيه اللي يريدون تريد هذه القوة حقيقة العقل الجماعي الشيخ وأنت حضرتك تعرف أكو مرات هذه المنصارة المظاهرات المظاهرات قوم بتقول العقل الجمعي هذا العقل الجمعي شني أي دعاية أي توجيه أي أمر الثيرة أنت راح يتجهون دي بدون دراسة بدون فيهم بدون أن يعيدون هذا الصح هذا غلط لذلك استخدمت أما بالنسبة للعشائر بالناصرية عشائر أصيلة عشائر لا تزال تلتزم بمقررات المرجعية وتلتزم بأعرافها وتلتزم برؤساها والتوضيح يعني أنا سامس سعدون مو سعدون المنتفج أنا سامس سعدون أخو الشيخ صغير سعدون رئيس قبيلة الأحميد والنعم من أصلك ولكن الناس أخواننا وأهلنا وإحنا بالناصرية مركزنا في قضاء الرفاعي ومنتشرين عنه والنعم من أصلك أشكرك شكرا جزيلا شيخ سامس سعدون شيخ عام عشرة الأحميد ضيفا كريمة في الأستوديو والتفضل بقاء معي شيخ الدكتور حيدر الشمري كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة ساحة الاحتفالات مظاهر الانحلال والإخلال بالقيام ومطالبات بمحاسبة الجهات المقصرة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا 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 اشتركوا في القناة بصراحة مخزية اجسام عارية والاحتفال بل الابتذال اصبح يعني على عينك يتاجر بعلم وزارة الثقافة وتهيئة جهات رسمية يعني واحدة من الامور اللي استفزت الشارع العراقي واستفزت منظومة القيم العراقية ومنظومة يعني طبعا بمختلف مستوياتها المنظومة العشائرية الدينية الأخلاقية هو انه يقام في وسط بغداد في ايام احتفالية ولادة النبي صلى الله عليه وآله يفترض انه كان بوزارة الثقافة ان تحتفي بمولد النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وتهتم بذلك الحدث المهم الذي يشمل المسلمين وغير المسلمين يعني ويشمل كل العراقيين لكنه نراهم يحتفون بطيب ماكو مشكلة تحتفون طبعا هسا صارت المشكلة واحد يذبع الله هسا بعضهم يقول انه هي القضية مو لانه في اليوم العيد الوطني لا لانه كانت عبارة عن جوائز وعبارة عن مهرجان لتوزيع الجوائز على بعض الممثلين العرب والعراقيين وغيرهم وبعضهم يقول لا هو كان احتفال بالعيد الوطني للاستقلال العراق اقول هل يحتفى بالعيد الوطني بالعاهرات؟ هل العاهرات تمثل الشعب العراقي؟ يعني هل هذه المظاهر البذائة التي شاهدناها والتي تحرض على الفساد والانحراف والانحلال والخلاعة والمجون هل هي التي تعبر عن هوية الشعب العراقي؟ ما احنا شفنا في الكثير من المواطن وفي الكثير من الاحتفالات والمهرجانات كانت جيدة وكانت مقبولة من المجتمع مثل ما صار في خليجي 25 مثل ما صار مثلا وزارة الاتصالات سوت شيء كل جيد يعني يفترض ان مثل هذا الموقف يصير وزارة الاتصالات أو هيئة عفوا هيئة الاتصالات يوم اللي في الزيارة الاربعينية ان تستدعي قرابة الالف شخصية من داخل العراق ومن خارج العراق حتى يصورون هذا المشهد والحدث المهم اللي هي زيارة الاربعين هذا الشيء جيد بالنتيجة نقل لثقافة المجتمع العراقي نقل لما يحدث في العراق هو هذا المطلوب هل ما يحدث في العراق هو انه يجبون مجموعة من النساء اللي هن حتى في بلدهن محترمات هنذن يمثلن الشعب العراقي أو هل يمثلن منظومة القيم اللي في المجتمع العراقي هسه ما ادري حتى بكل ما خرج من تصريحات هسه مهرجان غير مهرجان احتفال باليوم الوطني احتفال بأي صورة ما تفضلت به بالمقارنة بزيارة الاربعين اسمحني ان ارحب بي ضيفي الكريمة دكتور عارف الساعدي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافية اهلا بك دكتور تنظم معي عبر الهاتف يشير الشيخ الدكتور حيدر الشمري الى المقارنة بين الرسالة الاتصالية التي توجهت خلال زيارة الاربعين وبين ما حدث في الاحتفال وما يمثل بي ان حقيقة العراق هل هذه التي تم تصديرها في هذه المشاهد بعد ان تم نقل صورة ناصعة عن حقيقة العراق الاصيرة في زيارة الاربعين للعالم باسره وفي كل الارجاء حياك الله شكرا بيت عزيزي الحقيقة الموضوعين مختلفين يعني تماما انا يعني لا سلطة لي في الحديث عن فعالية مهرجان العراق لانه الذي قام هذا الفعالية هي شركة اهلية تابعة على السيدة الفنانشة ارخدتون وقيمت برعاية ودعي من شركات اهلية نحن كحكومة فقط مكنناها من ان تقيم فعاليتها في ساحة الاحتفالات اما الحديث عن ارتباط هذه الفعالية بالجيوب الوطني فهو ربط غير موفق لانه الفعالية بالاساس كان موعدها يوم تسعة عشرين تسعة نعم وعلى هالاساس وجهت الدعوات ولكن بسبب حادثة الحمدانية المؤلمة نعم ولكن هي ليست فعالية حكومية ولم تشرط عليها او تقيمها الحكومة بمناسبة اليوم الوطني لكنها تساوقت مع ذكرى تأسيس الدولة العراقية وتساوقت مع احتفالات الشعب العراقي بالمولد النبوي الشريف وكانت هذه المشاهد اللي انتشرت على مواقع التواصل دكتور يعني هذا الشغل الشركة التي افهمت هذا المواقع يعني لا علاقة لنا فيه لا العفوة لا لا ألقي اللوم على حضرتك باعتبارك مستشار رئيس الوزراء ولكن نتكلم عن الجهات المنظمة يعني وزارة التقافة العزيز الجهة المنظمة هي شركة أهلية وبفراحة يعني رغم كل المشاكل التي دارت في المهرجان والصور التي ظهرت ولكن حضر مجموعة كبيرة من الفنانين يحضرون لأول مرة فنانين يعني يعني يقوم القيمة مثل ما يقولون يعني يكرم في هذه الفعالية مثلا فنانون عراقيون كبار مثل جواد الشكر جواد جي كمال وعواطف نعيمين وآلا إحسين وعلي فاضل وأياد راضي وكرم فنانون عرب أيضا كبار مثل ولي التوفيق وطفية العمري وجمال سليمان وهالا صدقي ودكتور حبيب غلوم كاتب ممثل الإماراتي مهم يعني في أسماء مهمة هل من المنصف أن نأتي بالبلوغرز يعني مع هكذا قامات فنية ورواد بالفن العربي نعم هل من المنصف أن نأتي بهذه الشخصيات غير المعروفة والمغمورة بل هي أبطال في السوشال ميديا ونعرضهم على أنه لهم قيمة كالقيمة الشخصيات التي ذكرتها شخصيات معروفة يعني مثل صفية العمري هذه لها تاريخ نعم نعم ولكن هذه البلوغرز وتحدثت عن بغداد نعم 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 هذه أسماء نحن يهمنا أن تحضر هذه الأسماء لبغداد لأن حضورها هو رسالة سلام وطمئنان حقيقي لا علاقة لنا بالفنشستات والتعر الموجود الذي ظهر فيما بعد في مواقع التراسل هذه المظاهر بصراحة غير مقبولة على الإطلاق ولكن لا صلقة لنا نحن لسنا هيئة أمر بالمعروف نحن منكر لكي ينمع ونضحف اللابسات ماذا يلبس هذا عملية أخرى لا علاقة لنا بها ومو دورنا بالأساس يعني هذا نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عارف الساعدي متحدثا عبر الهاتف شكرا جزيلا لهذه الإضاحات سمحت الشيخ نتحدث عن السفيرة الأمريكية اللي كان لها تسمح لي عقد أخوي العزيز دكتور عارف ساعدي دكتور عارف ويعرف جيدا وهو المتابع والشخصي اللي هو أستاذ جامع وعيش في الوسط يعني في وسط الإلعام في الوسط الإعلامي في الوسط الإعلامي في الوسط الإلعامي في الوسط التقافي في الوسط العام بالنتيجة هو يعني أمام الوضع كل ذي أكمله ولا يخفى عليه الأحداث يعني أقول بأنه هل من ال يعني كل واحد يريد يسوي مهرجان اليوم أنت تفتح له المجال وتقول له والله أنا ما لعلاقة يعني نفترض هؤلاء مثلا وزعوا مخدرات مثلا نفترض هم تطلع الحكومة تقول والله أنا ما لعلاقة بهم والله لأنه أنا ممنظمة لهذا العمل مثلا هل إذا مثلا سووا لنفترض سووا بعض الأعمال مثلا رفعة وأعلام المثلية مثلا تجي هم تقول والله الدولة أنا ما لعلاقة بهم لأن هم اللي سووا هذا الأمر أخوة ما كوه شيء يعني بالنتيجة يجب أن تكون هناك دائرة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة هي التي تعنى بمواقبة هؤلاء هسا ما أقول لك أنت هي أتمر المعروف أنها عن الملكة لا أبدا لكن هناك أكو موادر المكان شون سلم إنهم أنت نطيتم ساحة الاحتفالات نطيتم ساحة الاحتفالات في قلب بغداد هي تابعة الوزارة الثقافة يعني أنا وهب الأمير ما لا يملك لمن لا يستحر لا أنت بالنتيجة نطيتم موافقات رسمية هذه الموافقات الرسمية وإلا أنت مو دكتور عارف حتى لا يزعى دكتور عارف لا 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 عفوا دكتور عارف أخونا بالعكس إحنا ما نوجه اللوم إليه لكن أقول المؤسسة التي أعطت الموافقة أليس من المفروض أن نتخلي ضوابط العقد مو شريعة المتعاقدين هسا اليوم أنا أريد أنطيه أنطيه هذا المكان في وسط بغداد يسوي بهذا الحدث الكبير غير المفروض أنا من أتعاقده أخليه ضوابط يلتزم بيها طيب هنا أخلينا نروح بضيفي الكريمة سيد رسلان حداد الإعلامي المعروف يحدثنا عبر الهاتف أستاذ رسلان لما حفل يقام في مكان تابع لوزارة الثقافة في ساحة الاحتفالات وسط بغداد بنص المنطقة القضرة يعني ما أقيم بالسفارة الأمريكية هنا نقطة السفيرة الأمريكية كان لها بيان بهذا الحفل أو هذا المظهر المخزي يأكد أن المهرجان هو استهداف للهوية العراقية من خلال كلامها وإشادتها بالمظاهر التي حدثت في المهرجان المعروف عنها اتصالها الوثيق بالقيم الأصيلة والأعراف المجتمعية بأنه هناك منظومة تريد أن تجعل مظاهر الحلال هي التي تبدو على المجتمع تحييي لك السلام حديث إلى مشاهدي قناة الأيام تحييي إلى المتشار للرئيس والوزراء الثقافي أستاذ عارف الساعد الشاعر والأديب وأنا أحبك شاعر وأديب وأحبك المتشار الساعد اللي داعم من الفنانين وكل الطبقات تعقيبا على كلام أستاذ عارف أستاذ عارف سمعت كلامه وهو بيهواي حقيقي أولا سيد السوداني يقول لك أنا سأمنحيتي موضوع قد تسلامه وإطاري مو موضوع نعم وفقت بسلية مثلا السيد السودان رئيس وزارة أستاذ ليس دفاعا عن السيد السودان ها؟ مثلا رئيس وزارة يقصد أستاذ يقول لك السنة السور مو هاي وحدة أكبر السفيرة الأمريكية هذا الموضوع شذا حسون هي اللي قامت به هي تواقف في السفيرة الأمريكية وهي اللي جابت إلى الضيوف وهي اللي جاملة وهي اللي بمكان مقدس الجيش العراقي هو اللي يستعرض به يتجيش هذا حسون القيم مهرجان به الحشد ما أخله بزمن حكومة الكاظمو الحشد الشعبي المقدس اللي قدم ما قدم من أجل الوطن ما أخله نحن لا ننكر أنه هاي مهجة للفرحة اللي صارت وحتى اللي جاي بيهم متضيفيهم كلهم طافين يعني صافية العمري آخر عمل إليها بالـ 98 بليالة العلمية وللتوفيق أطق أغنية إليها بالـ 98 ها؟ شذا حسون أصلي مو عراقية مغربية لبنية وحتى نمتع شيئات مين للمغرب أنا قاعد يابع شيئات وإذا تريدز لك الصور الدلائل البنية حتى ما تبسم العراق تجي تسمى المفلوسة براس العراق وتروح براس الزواج طيب رعاية السفيرة الأمريكية كانت واضحة وإقامة مثل هكذا مهرجان دكتور بالنص المنطقة الخضراء السفيرة الأمريكية في بغداد نعم سيد رسالة نحن وديها ترسالة لدي الموضوع مدروس أو ما مدروس ما نحرف يعني هو مهرجان بمكان مقدس مثل ما قلت لك وجنود ووضعية وأشياء لكن الموضوع المعيد هو يعني ما أعرف ما أعرف نفسهم هم يجيبوهن هنا نفس الفاشل السات يعني هج ما دعوا بهجيس الجبوري وقالت المهجز المهندس رحيق دي وقالت فولار رحيق دي وقالت فولار بس أخذت مليونين دولار مزو أربعة مليونين دولار ويهل يجي إلى مصلوس براس العراق أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رسلاح حداد الإعلامي حدثتنا عبر الهاتف نتحدث هنا عن حضور وزير العمل دكتور يعني لما كان أحمد الأسدي حاضر والحضور بدعوة من وزير الثقافة لكن كان يعني مباشرة لما شاف هذه المشاهد انسحب الرجل ولكن أكو شغل على هذه النقطة بالذات يعني حللوها بعض المتخصصين بأنه استهداف لحكومة الإطار التنسيقي ووزراء الإطار بالتالي هناك من يريد خلط الأوراق أنا أتصور بأنه لا تم استهدافان في آن واحد على اعتبار دائما كان يمثل الأخ أحمد الأسدي كان دائما يمثل هو ناطق باسم الحجر الشعبي وكان الصورة التي كانت دائما تطلبي بالأحداث وتحدث الناس عن الحجر الشعبي وعن بطولاته وعن أحداثه وعن ما يجري كان أحمد الأسدي والصورة كانت واضحة أنه كان أحمد الأسدي حينما يخرج كان يمثل الحجر الشعبي في كل مكان بالنتيجة هاي الصورة اللي صارت حولت عند الناس من زاوية ومن زاوية أخرى وكان يمثل حكومة بالنتيجة وزير فأنا أتصور هناك استهدافان في آن واحد أولا استهداف الصورة البصرية التي كانت اللي استقرت في ذهنية المجتمع على أنه أحمد الأسد يمثل الحجر الشعبي من زاوية ومن زاوية أخرى يمثل الحكومة العراقية بالنتيجة أتصور هناك استهداف للمنظومة السياسية القريبة من الإطار أو القريبة من الحجر الشعبي بالنصحة التعبية وفق هذا التحليل أكوية للسفير الأمريكي بهذا الاستهداف الممنهج؟ يعني أنا استغربت من أشوف أنه هناك خطاب للسفير الأمريكية في داخل هذا الاحتفاء أو المهرجان من ثم واحد يتساءل لماذا السفير الأمريكي؟ هناك سفراء ليش ما يطلع السفير التركي السفير المصري لماذا لم يكن هناك سفراء آخرون يتحدثون في هذا المهرجان؟ يعني لماذا بالتحديد السفير الأمريكي؟ حسنا لا أدري بس أقول وكأنه هناك إشارات واضحة على أن الراعي الرسمي والحقيقي هو السفارة الأمريكية لمثل هكذا مهرجانات وإن كانت الصورة الواضحة هي شدى حسون ومؤسساتها والمؤسسات الراعية لهذا المهرجان ولكن ما وراءهم وكأنه السفارة هي التي تستهدف منظومة القيم الاجتماعية في العراق والمنظومة القيمية والأخلاقية وتريد أن تصور للمجتمع العراقي وتصور للعالم أولاً على أن دني الفاشنستات هنا يمثل الشعب العراقي هذا من زاوية ومن زاوية أخرى تحريض على أنه لماذا لا تكون الفتيات والشباب وكذا يكون جونة هو هذا جو الفاشنستات يعني شن غريباً؟ بالتالي لم يمر هذا الموضوع مرور الكرام ولكن أيضاً كانت هناك احتجاجات شعبية بل حتى من الكتر السياسية المجلس الأعلى أصدر بيان باسم الشيخ الدكتور همام حمودي وكذلك على لسان الناطق الرسمي باسم مجلس الأعلى كان لهم بيان واضح وصريح برفض هكذا حالاً لا لعله أكثر من ذلك أنا شفته هواية من الناطقين باسم الحركات السياسية وحركات سياسية المكاتب السياسية مالتهم أصدرت بيانات واضح بهذا الشيء وهي تندد بها كذا فعل وتعتبر أنه هذا في استهداف للمنظومة القيمية الاجتماعية العراقية الأخلاقية الدينية التي باتت هوية المجتمع العراقي هوية دينية خالصة وواضحة من خلال الكثير من المواقف آخرها زيارة الأربعين التي أثبتت أن هوية الشعب العراقي هي الهوية الدينية الراسخة في هذا المجتمع وهذا ما نربطه بالملف الأول أشكرك شكراً جزيلاً الشيخ الدكتور حيدر الشمال رئيس مركز تاج الحلال الدراسات ضيفاً كريما رفقتنا في أملفين شكري موصول لكم مشاهدي الحب على حسن المتابعة في أمان الله